على الورق وفي عالم الأوهام حولوا الرمادي إلى مدينة حديثة لكن الواقع كما تظهره الصورة دمار وانهيار وتردي بنا تحتية ومجمع الكيلو سبعة شاهد يلخص الواقع العمراني المأساوي احنا عدنا المنطقة تعبانة عدنا الأوساخ والآسين هاية هواية الريحة كريهة حتى موزينة لا على العوائل ولا حتى على الأطفال يعني لا أحد يطلع لا أحد يستجاب لا أحد يسأل ما يقولون يعني هالأوساخ هاي وهالقدارة يعني يصير أمراض بالعوائل ولا كأنما ما تركه من زمان ومن سنين وما أحد يدع ولا أحد يجي زيان بس الخيسة والأوساخ والأسيان وأشكال وألوان يعني حتى قامت الديدان البق الأشكال ده تطلع عنها تهالك قنوات الصرف الصحي في المجمع سبب كارثة صحية لدى السكان وبدأت المخاوف تزداد من تفشي الأوبئة والأمراض المجاري هامال السبعة كيلومال الشغب تعبانة فتنب وصاخة ريحة قوية وحتى عندو أحد أطفالها سميلة ضلحدة وشفت الحبة تلبجسمة أخويا وشفت حيل تعبانة والله كل الخيسة الهنانة لنعالمة كثير يعني جاصة بمحاب أشكال الدوذي فوت للبيت يعني هاشت تقاعة مثل هاية ويجيبت خسارة على فوق الميتين أل دينار وصويتها نفس الشي لرطوبة تصعد منها والدود والبق أشكال حتى جاصة بهم حكي يصير بهم حاب كل اهتمام ما يكون ورغم الكوارث في مجمع الكيلو سبعة يقوم المسؤولون بتقزيم أزمات المجمع وحصرها في الكهرباء فقط قبل الفترة التقين بعد المواطنين هناك كان ضعف في تيار الكهربائي وعدم إيصال الشبكات وإعادة تاهلة من خلال قناتكم أتجه للأخوان في منطقة السبعة كيلو التجهون المكتبين من أجل عرضها عن سيد محمد وسيتم اتخاذ ما يلزم فيه صدد كافة المعوقات لكن هذه الوعود ينفيها سكان المجمع الذين أكدوا مناشداتهم المتكررة للمسؤولين بحل أزماتهم دون أن يجدوا استجابة من أحد خيحنا من جماعة السبعة كيلو الشقاق ما حد يجينا غير المنظمات الطبية هنا لحكومة ربطتنا ست سنين ما سونا أي حال أبسطنا بيها الوصائخ النرويجية نظفوا الورانة ونظفوا هذه المندش الجهة هذه ما قدروا يسوه للمجاري ضل الطوف وبين وعود المسؤولين وحديث الأهالي تبقى الصور هي الشاهد الحقيقي على الواقع المزري في مخيم الكيلو سبعة وغيره من مناطق مدينة الرمادي